سورة الملك جل وعز مكية وعاية إهدى وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدي الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة أليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباطا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ألتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينكل بليك البصر خاصئا وهو حكير ولكد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وديس المصير إذا ألقوا فيها سنعوا لها شيكا وهي كفور تكاب تميز من الغيظ كلما ألقي فيها طوج سألهم قزمتها ألم يعطبوا النذير قالوا بل كرجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ميشا إن أنتموا إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فأشرفوا بذنبهم فصحكم لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأطر كبير وأفروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيب الخبير والذي جعل لكم الأرض ظلونا فامشوا بمناكبها وقلوا من سقه وإليه النشير آمنتم من في السماء ين يخصب بكم الأرض فإذا يتمون آمنتم من في السماء ين يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذل الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يرون الطيب فوقهم صاد فأكل ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون رحمن إن الكافرون إلا في غرور آمن هذا الذي يرزقكمه نمسك رزقا بل لجو في عتو ونفور أب من يمشي مكبا على وجه آدي أب من يمشي سويا على صراط مستقيم قلوا الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والكدى فليلا ما تشكرون قلوا الذي ذرعكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوا ذرفة سيئة وجوه الذين كفروا وقل إلى ذا الذي كنتم بي تدعون قل أراتم إن علكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكفرنا من عذاب مليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون منه وفي ظلال مبين قل أراتم إن أصبح ماءكم غره فمن يأتيكم دماء معين